كل حاجة ماشية معلم أسطورية نيجي بقى للتكاليف الأسطورية دي بقى الحفل الأسطوري ده على فكرة حفل أمه الستة إليزابيس اللي ماتت دي بيقولوا نكلف مليون ونص جنيس ترليني كلام ده سنة 57 53 حاجة زي كده لكن حفلة مبارح دي السبت اتكلفت حوالي ميت مليون جنيس ترليني اه والله يزي بقول لك كده اه خلي بالك من حاجة انا بس لازم يتفعل حاجة تكلفة حفل تتويج الملك بميت مليون جنيس ترلين خلي بالك من حاجة عشان بس نبقى واعي ليها في القانون الانجليزي اذا كانت حفلة جواز فتبقى على حسابهم يعني جواز شارلز من ديانا كان على حساب الأسرة الواد هاري مع بنت بتاعته دي على حساب الأسرة لكن حفلة تتويج بيبقى للدولة الدولة ايه اللي بتدفع ففيه فرق من الاتنين ما تلغباتش دي دفاتر ودي دفاتر اتكلف ميت مليون جنيس ترليني الحفلة ده هنا بقى عمع بيو حد يقول لي شوفت بقى آخرة الفشخرة فعز الأزمة الاخصادية اللي بتعاني منها بريطانيا والبلد واقف حالها تروح تصرف ميت مليون جنيس ترليني ايه يا فجرة ما كانش له لازمة القصة دي كلها على قد الحافك مد رجليك يا راجل يا راجل انتو ايه الفشخرة اللي انتو فيها ده ده على رأي المسأل اللي بيقول فشرة ونشرة والعشرة خبيزة خبيزة دي نبات كان بيتاكل زي ما قوله انا كانتها وكنت بحبها صحبش اختفت ليه ما علينا انا عايز اقولك بس على حاجة يا صاحب الدعاء ده هو صحيح صرف ومكلف بس تصدق بقى انه جاب قد اللي صرفوا تقريبا اربع مرات لانه هما مش بيعملوا زينا مش بيعملوا موكب مميويات يتكلف ربعمائة وخمسمائة مليون جنيه وما يجيبش مليم مش يروح يعملوا مؤتمر مناخ يتكلف خمستاشر مليار جنيه وما يجيبش سحتوت ميروحش يعمل حفلة طريق الكباش ومايرجعوش اي حاجة من المصاريف ما فيش الكلام ده لا 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 ده احنا دولة تانية خالص اهو تكلفة الموكب المميويات والحاجات دي كان عشرين حداشر مليون دولار عشان يعملوا حفلة طريق الكباش جابت كم بقى بتعالا اهو اقابلني تكلفة متحف وموكب المميويات ده تجاوز عشرين مليار جبنا كم بقى اه دي تكلفة تمر المناخ خمستاشر مليار جنيه السيسي في سنتين تلاتة والنبي علي اضرب لي كده اجمع واطرح واجمع وقول لي احداشر مليون دولار بتوع طريق كباش زائد خمستاشر مليار جنيه بتوع المناخ زائد عشرين مليون بتوع المميويات قول لي التكلفة دي كام السيسي درابها في سنتين كده او في سنة والله سنتين او سنة شوف التكلفة دي كلها ما جابت لكش ملييم تعالى بقى شوف تشارلز الحفلة تكلف مئة مليون جنيه سليني مش هنجد لكنه جاب بقى كام تلتمية وخمسين احنا صرفنا تلتمية وخمسين مليون مش هون حفلة تتويق الملك تشارلز جاب ربعمية وخمسين مليون جنيه سليني ربعمية وخمسين مليون جنيه صرف ميت مليون ردوهم ربعمية وخمسين مليون الإهرام حفل تتويج الملك شارلز سيضيف ربعمية وخمسين مليون جنيه سترليني إلى لندن حضرات السادة الحجوزات مبارح كانت بالهبل بقالها ثلاثة أيام في لندن الدنيا كانت مقلوبة لدرجة أن شركات الطيران كان في مشكلة الناس كانت جاية بالعبيط عشان تحضر وتقف في الشوارع بالساعات عشان يشوف الموكب الملكي ما أنت ما شفتش الموكب الملكي اللي معدي في الشارع معالي ما جاي بالهولوكش من أول الموكب ده بالحرس الملكي وهو معدي بالحصانة في الشارع والناس وقفين يصوروا ويتفرجوا ما هي الناس كلها ما دخلتش جوه كنيسة وست مينستر لا أستمش فرح عديلة هد بلاني لو أي حد رايح جاي خوش وأنا قريب السيسي وأنا قريب عباس كامل وده الوادي بالنختي جاي يفرح وده قريب الكابت الحسن شاعات هندخله لا ده كل واحد عارف الكرسي بتاعه واللي حضروا كانوا ناس معروفين بالقسم وبالكرسي إنما السياح جوم حضروا الموكب في الشارع يا علي لو تعبت شوية وجبتلي الموكب من الشارع يبقى كتر خيرك أنت والله موكب العربية ومعدية في الشارع بالحراسة بتاعتها بالخيول المطعمة بالملابس حاجة تشرح القلب ده فيه منظر شفته الطريق بيتقسم نصين ببوابة لحسنة بتعدي من جنب البوابات كده أو الناس بتعدي الحراسة كانوا فيش حاجة كانوا فيش بوابة أصلا شيء عجيب شيء غريب لو أردت لك الموكب اللي وقفوا السياح وحجزوا في القتلات عشان يتفرجوا هو ده اتفرج هو ده يا علي هو ده في الشوارع لندن والموكب معدي وقادل حرس الإمبراطوري معدي باللبسة هو حاجة جامدة جدا حاجة جامدة قوي قوي بص ده بص حتى الخيول لابسة لبس شوف الخيول لابسة إيه لابسة لبسة حاجة جامدة بص تفرج العربية ويعدوا في الشوارع والناس وقفوا تتفرج وفي مشهد تاني للحراسة دي اهو شايف 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 تفرج عجة على فكرة دي العربية اللي عملت همه العربية دي دي غير العربية بتاعت جده بص تفرج الناس جاوم تفرجوا على المشاهد دي في الشوارع مش في الكنيسة الكنيسة بص اللحصنة لابسة إيه بص اللحصنة لابسة إيه ولا شدي عبد السلام في فيلم النص صلاح الدين تفرج اهي الناس وقفت في الشوارع كده اتفرج ما حد بوصل بقى الناس وقفت الوقفة دي عشان يتفرجوا على الموكب المهول ده موكب تاريخي ولحظة تاريخية ودخلت السينما وشفت حاجات كتير انت بقى حد قالك بقى داخل المؤتمر الاقتصادي كان كام من الخمستاشر مليار حد قالك طريق الكباش او مؤتمر المناخ او غيره جاب كام ولا حاجة ده غير ان حركة السياحة والطيران كانت مهولة بفضل الحفل ده واجهت بريطانيا اصبحت رقم واحد قد الخبر عشان ما تقوليش بهبد اتفرج ادي الخبر اهو بريطانيا واجهة للزيارة والسياحة بالتزامن مع مراسم تتويج الملك تشارلز اتفرج على السياحة ده ايه والطيران عمل عروض وجابوا اكل ودبحوا خرفان وعملوا فاتة عش مبلول بروز عملوا زيتها يعني والعيال جابت في كامعين راحوا جابوا متسكلاة صيني عملوا خمسات على البوابة بتاع الملك بلد بلد بتفتخر بتاريخها بلد بتفتخر بدنها بلد بتفتخر بعقدتها ده مش كلامي ده كلام رئيس الوزراء نفسه اللي هو الغريبة ان رئيس الوزراء ده هو اسم موريشي سوناك ده ده اصلا من اصل هندي ورغم ذلك بيقول ان احنا فخورين بحضارتنا وبتاريخنا نسمع كده الاخ رئيس وزراء بريطانيا المنتخب حديثا بيقول لا يمكن لأي دولة اخرى ان تقدم مثل هذا العرض المبهر انه تعبير عن الفخر بتاريخنا وسقافتنا وتقالدنا تقالدنا يا غجر يا حوش تقالدنا يا جعرات المشهد كان صادم للعلمانيين العرب اللي عندهم جرب اللي سكتوا وكأن على رؤوسهم الطير وده اللي خلى الاستاذ جمال سلطان يكتب يقول عن المشهد ده وعن العلمانيين الجربانين ممتع جدا ان تحتسي قهوتك بهدوء وانت تراقب حالة الحيس بيس او الحيس بيس والحرج والتأويلات والتأريخات والشروح والتبريرات والنحنحة التي غرق فيها علمانيون عرب امس وهم يبررون التقوس الكنسية في تنصيب ملك بريطانيا والقساوسة يباركونهم وهو يحمل الصليب ويقسم على حماية الامان المسيحي كان يوما لطيفا حتى الاستاذ سيد علي طلع هاجم العلمانيين عرب وكتب البوست ده اهداء ليهم قال لهم علمانيين الشرق الاوسط مصابون بجرب فكري لم يعترض احد في العالم على مراسم قسم شارلز الثالث على الكتاب المقدس في الكنسة بحفل تتويجهم ملكا لبريطانيا لا ورئيس الكنسة يوسى السيد اما عندنا فاذا جاء ذكر الله او القرآن او الرسول في جملة مفيدة مع الحكم ترى مراهقة ومزايدة غريبة من العلمانيين ما شفناش ترياءة زي ما حصل في مشهد السيف الخشبي لما اردوغان فتح مسجد ايا صوفيا فوقف خطيب يخطب على المسجد ومسك سيف خشب في تقليد يعود الى بدايات الدولة العثمانية طلع علينا من يسموا بالمثقفين على رأسهم كان بلا الفضل اللي طلع التالية وقال سيخ الشاورمة وراقصها مع اردوغان لو انتو فاكرين اهو يعني التاريخ ما بينساش حد سيف خطيب ايا صوفيا يصير جدلا اهو بسنة سنة وقف هنا وقف الرجل ده كده على طريقة العثمانيين زمان بلبسه القديم ده وبالسيف ده في افتتاح المسجد ده ايا صوفيا فطلعوا بقى العلمانين اطلع بقى قالك سيف خشب والتارياء اشتغلت اطلع 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 كمل 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 لا لا سيبك من ده سيبك من ده هات كمل كمل ده كمل اطلع اطلع كمان كمان خطيب المسجد في ايا صوفيا تكونات كثيرة وكان رئيس شؤون الدينية التركي علي ارباش قد صعد الى المنبر حاملا سيفا الامر الذي اعتبره البعض احياء اللي عادة قديمة زلت تقليدا لمدة 480 سنة تشير الى فتح القسطنطينية طلع الاستاذ بلال فضل عشان يتاري يقولك سيف خشب ده سيخ شاورمة نشوف البستات اعرض كده البستات الله يخليك ادي بلال فضله من ثلاث سنوات حط الشاورمة كان بالراجل وقال لك سيخ شاورمة خف ده كوميديا يعني كوميديا كوميديا ما احنا كده ده مش بس بلال فضله كتير جدا كتير جدا طلقوا التارياء على الراجل ده وقال لك بص سيخ شاورمة لكن محدش التارياء على ملابس الملك شارلز مبارح محدش قدر يفتح بقه ويقول يعني ايه يعني ايه ربط الدين بالسياسة يعني ايه نجيبها تقاليد من العصور الوسطى وكأنه احنا بنعملش تقاليد من العصور الوسطى وقلت هنا وهعلم العلمانين العرب ان كل التقاليد اللي عملت في العصور الوسطى وان اوروبا كلها ايما على الفكر الروماني الامبراطورية الرومانية والديانة المسيحية اوروبا كلها ايما على الاثنين دول ايما على الفكر الروماني والقباحة الرومانية والديانة المسيحية هم دول عصب اوروبا حدش قال لا تنكر اننا برضو بنحترم التاريخ اقولك لا وريني كده اقولك تنكر ان احنا عملنا حفل المميوات من سنتين للامانة ما منكرش وده كان حفل عظيم حفل الموكب ده بتاع المميوات ده كان رائع وده كلامي ساعتها لغاية دلوقتي وطلعت هنا وقلت احسن ساعة ونص لتمجيد تاريخ مصر عشان تصدق او ما تصدقش خد الفيديو ده بتاعي وانا بتكلم على موكب المميوات اسمع كده اهم ساعة ونص في تاريخ مصر النهاردة حدث عالمي يشرف كل مصري مبروك لمصر هذا التنظيم المبهر اللي بيظهر حضارتنا العظيمة الممتدة لاكتر من سبع تلاف سنة مبروك اننا قدرنا نخذ العالم كله يتفرج على تاريخنا العظيم ونعمل دعاية لبلدنا الجميلة مصر الحلوة بلد اقدم حضارة عارفها التاريخ بلدنا الجميلة بارضها بلدنا الجميلة بشعبها بلدنا الجميلة بتاريخها مبروك علينا اهم ساعة ونص في تاريخ مصر الحديث دا كان كلامي ساعة موكب البناءات لانه انا من محبين التاريخ ومن عشاقه ومن الفخورين بتاريخ مصر تاريخ مصر الفرعوني تاريخ مصر الابطي تاريخ مصر الاسلامي انا لا اتبرأ او انا زي ما قال غندي لما اقوله مهمة جدا غندي يقول انا افتح شباكي لكل الطيارات ولكن لا اسمح لطيار ان يقتلعني من جزوري الهند هي دي الناس اللي بتفهم بجد انك تبقى فخور بتاريخك بكل تاريخك في بلاد معاها فلوس كتير جدا ما عندهاش نصف ساعة تاريخ في بلاد عندها مليارات وبتشتري تاريخ بتستلف نسب بيحاولوا يعمل نفسهم قص هم قصة انشط حرامية جربيع انتوا عايفين انا بتكلم عن مين لكن مصر لا مصر ليها حضارة كبيرة جدا حضارة والله حتى الرومانية حتى الحضارة اليونانية الرومانية اللي جابت لنا واحدة جميلة زي كيلو باترا كيلو باترا للدنيا كلها مقلوبة عليها دلوقتي صحيح الاسكندر جاء فتح اسكندرية صحيح مصر واسس اسكندرية او حط حجر الاساس لكنه مش يساب باتليموس الاول عشان باتليموس يحكم هو ولاده ولاد ولاده لحد ما تيجي حافتة كل باترا السابعة واتمرمت الامبراطورية الرومانية في الارض صحيح انتصروا عليها سنة تلاتين قبل الميلاد لكن برضو حتى الفتر دي في تاريخ مصر انا فخور بيها اكبر دليل على ان العلمين العرب والعلمين المصريين فالحين بس يحتفلوا بالتاريخ اذا كان فرعوني اما اذا كان اسلامي او ديني فيترفعوا عنه ويتموا اصحابه بانهم رجعيين وانهم جهلة لدرجة ان الاحتفالات الدينية في مصر اللي بقى لها من ايام الفاطميين اتحصرت وزينة رمضان بقى عليها اقوبات حفل رؤية الهلال اللي انا حضرتها وانا صغير كنت احضر العربيات وامعدية كل اصحاب صنع رجبين عربية وبيمثلوا الصنع بتاعتهم انا حضرت ده وحضرت البلكونات ويبترمي عليهم البنبوني والحاجات دي انا شفت ده بعيني وقدامهم موكب من العساكر بتوع المركز وهم مشيين شايلين سلاحهم اللي هي البندقية المورسة القديمة بس عاملين موكب حلم ويتقدمهم السيد المأمور ومجموعة من الخيول وبعدين وراهم العساكر وبعدين ورا العساكر عربيات كل عربية مشية شايلة اصحاب الصنع تقليد بقى له مئات السنين اتلاغة اه والله اتلاغة حتى زينة رمضان لما تعملها تتنش محضر في الكهربا ما بنقاش نحتفل دلوقتي غير بالفرعوني وكأنه مصر حصلها كات كده سنة ستمية واحد واربعين تقريبا ان لم دخول العرب مصر حصل بقى ايه يعني هدعين كده من ستمية واحد واربعين تقريبا تقريبا ستمية واحد واربعين لحد الفترة دي كلها تشالت كده ترمت في الزبالة وبقى إينا من الفراعنة لحد دلوقتي خلاص بلاش ستمية واحد واربعين خلنا من ساعة دخول اسكندر مصر بلاش اسكندر مصر خلنا من ساعة دخول قيصر مصر مارك أنتوني سنة 30 قبل الميلاد الفترة بقى اللي بعدها اتشالت من تاريخ مصر بالإبطي بالإبطي واترمت في الزبالة عشان نبقى بها السفرعنة يا حضرات احنا قدام مشهد بيلخص كل شيء احتفال مليان برموز دينية مسيحية ناس فخورة بتاريخها احتفال غطة تكاليف اقتصاديا وحقق بكاسب فكريا ما سمعناش حد اعترض سواء مسلم أو مسيحي على المظاهر الدينية الباهزة اللي شفناها في الحفلة دي هيجي واحد يقولك بس بس ما تحقش الملك في انجلترا يملك ولا يحكم امريكا صلاحة شوية مهاجرين شوية برتغال على أسبان على انجليز راحوا أسسوا هناك بلد وحاربوا الامبراطورية الإنجليزية واستقلوا ببلدهم فما لهمش تاريخ انما انجلترا لها تاريخ انجلترا من أيام قبائل السكسون والقوت اللي نزلوا والفايكينج اللي جم البرابيرا دول اللي نزلوا على البلد دي وخدوها لحد ما دخلت المسيحية وعلمتهم ازاي يبقوا متحضرين عن ما كانوا في الأول هي دي تاريخ أوروبا خلاصة مشهد شارلز عرق كل دعاة العلمانيين والمثقفين العرب اللي مشكلتهم في الأساس مع نفسهم مع دماغهم قبل ما تكون مع الإسلام وتاريخ الأمة تحية لأي شخص بيعتزب تاريخه مهما كان التاريخ ما يعرفش إمت التاريخ ده غير الجعر الجربوع اللي مالوش أصل اللي ربنا اداله أموال بس مالوش أصل ومش هيبقاله أصل لأنه زي ما قال هيكل ليس بالاستعارة تبنى الحضارة